علم أش نيوز وهما شي مصادر صحفية كما كشفوا شي وحدين بأن الفنان موس ماهير غدي يحيد أغنية طوع قلبك دي الفنانة اليمنية باللقاس والسبب هو أنها سرق اللحن دياله نظره لمضاومور الجينيري وبحسب معطاية صحفية اللي حصل علىها أش نيوز وطبعا صحب مصادر صحفية ما غديش تلقاهوا عندهم بأن الفنان موس ماهير كان خرج أغنية هذي عشر سنين اللي اسميش الغرام كانت مع الفنان ريدا الطالياني وراكينا في يوتيوب بالمناسبة فنفس اللحن اللي خداشو الفنانة باللقاس في الأغنية ديالتا طوع قلبك وهاتش اللي غدي خلي الفنان موس ماهير يقدر يحيد الأغنية ديال باللقاس من قاعدة بلاطفون فباش نكون صراحي مع بضياتنا فاللي كتحمل المسؤولية في هذي المشكلة راه ماشي هي الفنانة باللقاس ولكن راه الشخص اللي لحلها الأغنية علاقة بالأول حاجة هي فنانة اللي ماشي مغربية فبالتالي كانت سبعد بأنها غديش كونك تعرف بأن اللحن ديال هذي الأغنية هذي راه ديجم ديور في بلاصة اخرى وآخر حاجة غديش كون الناس لكي يزو سكوب باش أو لأخبار اللي كانين عند الناس اخرين وكينسبوهم لراصم أو لكيكشبو عليهم مصادر صحفية هذ القادية درتوها ماشي مرة ماشي جوج ماشي عشرة ولكن راه المرة الجاية غدي بدا نسمي كل واحد بيس